السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ليه بنحس بالنوم بعد الاكل? او ليه جسمنا بيسترخ كده بعد الاكل? خلينا متفكين الاول ان الاكل ده من الحاجات اللي بنعملها بشكل يومي او من الحاجات اليومية ده اساسي ان انت لازم تاكل عشان تمد جسمك بالطاقة. دي كده قاعدة بسيطة. عشان لو ما كلتش هتلاقي على طول انك على طول خملان وهزدان وانت تعبان وانت قادر يعني تعمل مجهود. لازم تاكل عشان تمد الجسم بالطاقة. علشان الجسم يقوم بكل وظيفة ما انت لما بتدي له اكل هو هيبتدي بقى يقوم بكل وظيفة عايبتدي ياخد طاقة يبتدي يحرك نفس اكل. وان الاكل اللي احنا بناكله بيكون متنوع بيكون متنوع الاشكال والالوان والاحجام طبعا والرائحة والطعم وكل شيء. كده خبراء التغذية ان الاكل اللي انت بتاكله ده بيتحكم بشكل اساسي في نشاط الجسم وعمل وظيفة. فمنه الاكل اللي هو التقيل اللي هو الدسم وفيه منه الاكل الخفيف اللي على المعدة. وان انت لما بتاكل اكل دسم او وجبات تقيلة على المعدة بيجي لك حالة من الاسترخاء ومن النوم. واللي انت على طول بتبقى همدان كده ومش قادر تقوم من بعد الاكل على طول في خلال الساعتين اللي بعد الاكل على طول او التالت ساعت بتبقى على طول همدان كده ومش قادر بتلاقي بطنك مدفوخة انا التقيلة التقيلة الدسمة فانت بتبع على طول بتسترخي كده وبعد ما بتاكل اكل دسم وتقيل فالاكل ده في الجسم بعد كده بيحس بالروح فانت كده جسمك بيحتاج اكسوجين كتير قوي فبالطل يسحب الاكسوجين لفي الدمه كله. فمن ضمن عشان يحضره جوه المعدة عشان يبتدي يهدم الاكل ده. فايي اللي بيحصل فبيبتدي يسحب الاكسوجين اللي في الدم كله. من ضمن الحاجات اللي بيسحب منها الاكسجين المخ. فلما بيسحب الاكسجين بالمخ فيبتدي المخ يسهر بالاسترخاء. فيبتدي يرسل اشارات لكل الجسم. لأ اه دى بقى كده هدي بقى الاعضاء دي كلها وعايزين بقى فا يبس فيبتدي لما انت بتسحب لما بتاكم الاكل ده فبيحتاج هضمة اكتر فميبتدي الجسم او المعدة تسحب كل الاكسجين اللي في الجسم. من منهم المخ. فلما المخ شخصا pure منه الاكسجين فالمخ يبتعد بعد كده يبتدي يرسل اشارات ان هو الجسم يسترخي ويبتدي يخش في مرحلة النوم من الاسباب اللي بتأدي للنوم بعد الاكل ان انت بتاكل الاكل بيعلي السكر في الدم لو تفتكر في الحلقات السابقة خش كده على الصفحة خش كده على القناة وتفرج عليها فيه كده فيديو اسمه ليه جسمنا بيخزن دهون ده بتعمل ايه بالزبط العملية دي بتعمل ايه ان انت لما بتاكل كربوهيدرات وسكر نسبة السكر بتعله في الدم فلما بتعله في الدم فيبتدي البنكرياس يزود يفرز هرمون اسمه هرمون الانسولين عشان يجمع السكر اللي في الدم نتيجة ارتفاع السكر في الدم ارتفاع نسبة هرمون الانسولين في الدم العملية دي بينتج منها مواد كيميائية في الدم لما بتعله المواد الكيميائية دي عن نسبتها الطبيعية يعني المواد الطبيعية دي مثلا المفروض المواد الكيميائية دي مفروض لها نسبة معينة لما بتعله عن نسبتها الطبيعية في الدماغ الدماغ بتبتدي تهدأ بتبتدي تعمل عملية خمول او ارتخاء لحد ما العمليات اللي في البطن دي كلها تهدأ تماما بس لذلك يفضل ان انت لما تيجي تاكل اكل تتحكم في الكربوهيدرات والسكريات اللي بتأدي لارتفاع السكر اللي في الدم وحاول تشرب مياه كتير وتاكل فواكه كتير بس كده كان معكم محمد تحسين من قناة السرشاجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته